السؤال وهتقول لماذا سمح سيد المسيح بخرجه للروح خنزير بالذات وهو يعرف ان الخنزير سوف تموت الخنزير كانت من الحيوانات النجس في العهد القديم فكانوا مقدروش يطالبوا بها ما سبب دخول الروح النجس في الانسان ولماذا سمح الرب بذلك طبعا مش اي انسان ممكن يدخل الروح نجس لازم يكون في حالة روحية تعبانة جدا ومش كل واحد في حالة روحية تعبانة يسلم الشلطان ومش كل الشلطان يقدر يسرع الانسان يعني في قصة خاطئ كورنسوس في كورنسوس الاولى الصح 5 بولس الرسول يقول اأمر ان يسلم مثل هذا الانسان للشيطان لإهلاك الجسد لكي تخلص الروح في يوم الرب يعني يتعف جسده لكي تخلص الروح لكن ما يمسكش روحه يحاسب عن اعماله قبل دخول الروح لكن اثناء ما يكون الروح مسيطر عليه ليست له حرية فلا يحاسب عن اعماله لانه مفيش حرية تمام زي ما نتكلم عن المجنون المجنون لانه عنده شعاء نقصد الجنون المبق يعني فلا يحاسب عن اعماله لكن يحاسب عن الاعمال السابقة للجنون والاعمال التي ادت الى الجنون لا يستيقول كمان انه تحاسب مراته وهي اللي جابت له الجنون شكرا